بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتلى بهدى وعمل بسنة الله والدين وبعد فيقول الله تبارك وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخلقوا وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد إنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين يخبر سبحانه وتعالى أنه أرسل رسله ورسله ملائكته إلى لوط عليه السلام ليخرجه من هذه القرية الظالمة ينجيه الله تبارك وتعالى قال جل وعلا أن لوط قالوا لإبراهيم إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين وهم هؤلاء سدوم وعمورها قرى نهر الأردن الذين كانوا يفعلون هذه الفاحشة التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين قالوا لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك معلمة هذه حجارة كل شخص يأتي حجره للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهو لوط هو وأهله قال جل وعلا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين بيت لوط فقط النبي وقد جاء في التوراة أن الله تبارك وتعالى يعني أن جاء هو ابنته فقط هذا الذي كان فيه إلا امرأته تركت لأنها كانت على دين قومها كافرة بالله تبارك وتعالى قال جل وعلا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها في هذه القرى آية وهو الماء هذا الخبيث الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليهم بعد أن أفكى هذه القرى على رؤوس أصحابها قال جل وعلا للذين يخافون العذاب الأليم هذه الآية هذا المطر الخبيث الموجود إلى يومنا هذا والذي لا يشبه أي يعني ماء غيره على سطح الأرض فإنه لا تنبت فيه حياة قط ماء خبيث قال وتركنا فيها آية لكن للذين يخافون العذاب الأليم آية أخرى قال جل وعلا وفي موسى يعني آية من آيات الله تبارك وتعالى انظروا عقوبة الله تبارك وتعالى لأعدائه إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين سلطان آيات قاهرة بينه مع موسى عليه السلام تسع آيات بينات فتولى بركنه فتولى فرعون بركنه بقوته وعظمته التي كان يرتكن إليها جيشه وشعبه وأمواله وخدمه وحشم وقال ساحر أو مجنون على موسى عليه السلام قال جل وعلا فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم أخذناه أخرجه الله تبارك وتعالى هو جنوده مما كانوا فيه من العز والترف والنعيم والسلطان وقال جل وعلا فنبذناهم أي ألقيناهم بإحمال يعني النبذ هو الإلقاء بإحمال ألقاهم الله تبارك وتعالى في اليم البحر وهو مليم فاعل ما يلوام عليه من الإجرام والكفر وفي عاد آية من آيات الله تبارك وتعالى في إهلاكهم هذه القبيلة القوية التي كانت تفتخر بقواتها ويقولون من أشد منا قوة في جنوب الجزيرة إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم التي لا خير فيها ولا بركة فيها ولا ماء فيها ريح جافة ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم أهلكتهم وقتلتهم في أماكنهم حتى كانت تدخل إلى شخص لو كان في بطن جبل تدخل عليه فتقتله وفي ثمود قبيل الثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى أحي قيل لهم قال لهم رسولهم صالح عليه السلام لما عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم قال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب تمتعوا في داركم ثلاثة أيام بس فقط ذلك وعد غير مكذوب سيأتيكم العذاب من الله تبارك وتعالى الذي أوعدكم به وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصائقة وهم ينظروا حتى لما تهددهم بالعذاب ظلوا في عنادهم وكفرهم وعلوهم واستهزائهم بهذا العذاب فأخذتهم الصائقة والصعق بصرخة ملك فيهم وهم ينظرون ينظرون هلاكهم ويصعقون وينظرون يعني كيف يهلكون فما استطاعوا من قيام عندما يتصعقه يعني هذه الصعقة لا يستطيع أن يقوم من مكانه كما قال جل وعلا فأصبحوا في ديارهم جاثمين وما كانوا منتصرين على الله أن ينتصروا بأنفسهم فينصروا أنفسهم ويمنعوا أنفسهم من عذاب الله تبارك وتعالى وقوم نوح من قبل من قبل هؤلاء من قبل فرعون وثمود وعاد هذه أول أمة كفرت بالله تبارك وتعالى قوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين إنهم أي قوم نوح كانوا قوما فاسقين أي فأهلكهم الله تبارك وتعالى وقد قص الله تبارك وتعالى قصة إهلاكهم وأنه قد أرسل عليهم الطوفان الذي لم يبقي أحدا منهم أغرقهم جميعا مع كل دواب بالأرض معهم ولم ينجي الله تبارك وتعالى إلا أصحاب السفينة التي حملت نوح والذين آمنوا معه وحملت ذكر وأنثى من كل دواب وحيوانات الأرض فقط هذه هي بقيت هذه الأرض يعني حياء الأرض في هذه السفينة فقط وأهلك الله تبارك وتعالى كل ما على الأرض بعد ذلك وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين ثم قالت جل وعلا والسماء بنيناها بأيد وإنا لا موسعون السماء كل ما علىنا قد أخبر سبحانه وتعالى أن فوقنا سبع سماوات وأنه قد زين هذه السماء الدنيا الدنيا القريبة لنا بهذه المصابح المصابح العظيمة من النجوم والشموس والأقمار والسماء بنيناها بأيد بأيد بقوة الأيد هي القوة يقال رجل أيد يعني رجل قوي فالله تبارك وتعالى بنى السماء بناء قويا شد أركانها سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق سبع سماوات طباقة طباقة طبقات بعضها فوق بعض ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت في الصنعة في المتانة فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين أي في جنبات السماء ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فالسماء بناها وشد الله تبارك وتعالى أركانها ورفع سمكها جل وعلا والسماء بنناها بأيد ثم قال جل وعلا وإنا لموسعون إن الله سبحانه وتعالى لموسعون لموسعوها وسعتها لا يسعها عقل إنسان بل عقل مخلوق لا يعلم سعة هذه السماوات إلا خالقها سبحانه وتعالى بس الخالق هو الذي يعلم هذه الأبعاد وقد وصل اليوم علوم الناس إلى أن ترى أن هناك في جنبات هذه السماء هذه المجرات ليسهم المجرات وهي المجموعات الهائلة من ملايين الملايين من النجوب المجتمعة في إطار واحد والتي تسير كذلك في مسارات وأنه هناك أكثر من ألف مجرة وأنه ما بين مجرة ومجرة ليخرج الإنسان ليخرج نجم مجرة إلى مجرة يحتاج إلى ملايين مئات الملايين من السنوات الضوئية سريع حتى يخرج من مكان يعني إلى مكان نحن في مجرتنا التي يسمونها درب التبانة هذه لو أردنا أن نخرج من مجرتنا هذه نخرج منها إلى يعني مجموعة أخرى من هذه المجموعات فنحتاج إلى أكثر من 250 سنة مليون سنة ضوئية حتى نخرج منها هذا بحسابات البشر فيما توصل إليه الآن من حساباتهم ومن النظر في سعة هذا الكون والله يقول وإنا لموسعون لهذه السماء سعه لا تبلوها العقول وقد قال سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم قسم عظيم لأن الله يخلق بمخلوق بمخلوقات عظيمة وهذه المخلوقات العظيمة دالة على عظمة خالقها سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون آية آيات من آيات الله تبارك وتعالى هذه آيات الله تبارك وتعالى في الخلق الخالق لهذا هذا الخالق لهذا لا بد أن يكون هذا الرب الإله العظيم القوي القادر الذي وسع علمه كل هذه الأشياء وسعت رحمته كل هذه الأشياء وكذلك قوته سبحانه وتعالى أنه القوي الممسك هذا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون فرشناها الفرش هو أن الله تبارك وتعالى بسطها ومهدها كما يبسط الفراش ويمهد فجعلها ممهدة مبسوطة ليستطيع أهل الأرض يعني يستطيع الناس أن يعيشوا عليها ولو جعلها الله تبارك وتعالى يعني أنفاقا وقماما وغير مستوية السطح لا أسر على الناس أن يعيشوا عليها ولكن الله تبارك وتعالى بسطها بهذا البسط بهذه السهول الممتدة والجبال التي أرساها هنا وهنا قال والأرض فرشناها فنعم الماهدون نعم من يعني مهد هذا المهد العظيم للناس ليعيشوا عليه سبحانه وتعالى والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكروا من كل شيء من الحيوان والنبات الله يقول خلقنا زوجين ذكر وأنثى وهذا لتستمر يعني عملية التكاثر والبقاء فانظر من كل شيء من الأنعام التي خلقها الله تبارك وتعالى لناك الإبل والبقر والغنم ومن الصنوف ما يدب على الأرض سبحانه وتعالى من الحيوانات ومن الطير ومن الهوام ومن غيرها وكالك من النبات من النبات تذكر وأنثى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون يعني لعلكم بنظر في هذا الخلق والعلم بقدرة الله تبارك وتعالى وإحكام صنعته سبحانه وتعالى ورزقه لعباده أن تتذكروا الرب الإله الخالق الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى القوي العزيز الذي اعتنى بكم أيها الناس هذه العناية ورتب لكم معاشكم على هذا النحو ألم نجعل أرضمي هذا ألم نجعل الأرض كفات أحياء وأموات وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء أنفرات فهذا الرب سبحانه وتعالى الذي مهد لكم يعني سبل العيش على هذا النحو فجعل كلكم الأرض فراشا على هذا النحو وخلق لكم في كل هذه الأرض من كل شيء زوجين لتستمر الحياة على هذا النحو وتعلموا قدرة الخالق فإنه يعني يكون هناك تزاوج لا هناك توافق لأن وجود يعني أن يكون ذكر وأنثى من نبات أو من حيونات معناه فيه توافق معناه لابد فيه قدر لالتئام هذا وهذا وأن هذا يعني الصنعة التي تكون على هذا النحو لا بد لها من صانع جعل هناك مواءمة وهناك احتياج لهذا وهذا والاستمرار الحياة ليس هذا أمر عبث هذا لا يأتي بصدفة ولا يأتي بعبث ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ثم قال جل وعلا ففروا إلى الله بعد هذا إني لكم منه نذير مبين إذا علمتم قدرة الرب سبحانه وتعالى على الخلق على هذا النحو وأنه الرب الرحمن الرحيم الإله القادر سبحانه وتعالى ثم وإذا علمتم بعد ذلك يعني عقوبته وأخذه بالعذاب الشديد لمن أخذ انظروا هذه مصارع الغابرين هذا فعله سبحانه وتعالى بقوم نوح بعاب بثمود بفرعون انظروا كيف صنع فيهم سبحانه وتعالى ثم كيف أن الله تبارك وتعالى أنجى عباده المؤمنين وهذه عنية الله تبارك وتعالى به من علم كل هذا إذن ليس أمامه إلا أن يفر إلى الله قال ففروا أي إذن بعد هذا إلى الله إني لكم منه نذير مبين الفرار إنما يكون دائما من الخوف إلى الأمن الإنسان يفر مما يخاف إلى مكان أمنه هذا دائما الفرار ما وراءه يكون يعني ما يخافه وما أمامه الذي يفر إليه هو الأمن ما يظن أن عنده الأمن والله تبارك وتعالى أمرنا أن نفر إليه لأن الأمان عنده الأمان عنده سبحانه وتعالى لا أمن إلا عند الله تبارك وتعالى إلا أن يؤمنك الله جل وعلا مما تخاف فالأمن عنده سبحانه وتعالى والخوف هو في معصيته جل وعلا لأن الله تبارك وتعالى جعل في معصيته العذاب العذاب في الدنيا وفي الآخرة العذاب الذي أخذ هذه الأمم السابقة كيف عذبها الله تبارك وتعالى والعذاب الذي ينتظر المكذبين في الآخرة من نار الله تبارك وتعالى وعقوبته الشديدة وأما الله تبارك وتعالى فعنده الأمن عنده الأمن من كل ما يخاف العبد إذن الفرر إليه قال ففروا إلى الله لأن هناك الأمن عنده الأمن سبحانه وتعالى فهو الذي يؤمن ولم يجعل الله تبارك وتعالى أمن إلا لعباده المؤمنين الذين قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولكن لهم الأمن وهم متدون فلا أمان مما يخاف إلا عند الله تبارك وتعالى قال ففروا إلى الله أمنكم هناك إني لكم منه نذير مبين إني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعليكم أيها الناس منه من الله تبارك وتعالى نذير مبين النذير هو الذي يحذر من الخوف من العقوبة من الشر فالنبي نذير جاءنا يحذرنا من العقوبة والشر من عقوبة الله تبارك وتعالى ومما يعني من كل الشرور مبين بيّن واضح نذاره بينه ومبين يعني يبين الأمر على أتم صوره فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم باللسان عربي مبين بهذا القرآن المبين بهذا الكلام الواضح الصريح في بيان عقوبة الرب تبارك وتعالى وما ينتظر المكذبين وكذلك بيان ما عند الله تبارك وتعالى الأمن والأمان لعباده المؤمنين فأمر كل بين ما ترك في هذا الحق لبس قط ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إله آخر إني لكم منه نذير مبين هذا أعظم الذنوب هذا أعظم الذنوب وهو الذي يجعل لا بد أن تجعلوه بعيد أن تكونوا بعيدا عن خلف ظهوركم لا تجعلوا مع الله إله آخر الجعل هنا بمعنى الاعتقاد لا تجعلوا مع الله إله آخر والحال أنه ليس مع الله إله آخر الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده لكن البشر بجهلهم وعنادهم يجعلون يعتقدون أن مع الله إله آخر والحال أنه لا إله مع الله تبارك وتعالى إنما هو إله واحد الإله المعبود الذي يستحق العبادة إله واحد هو الله سبحانه وتعالى لأنه خالق الكل كل ما سوى هو الذي خلقه سبحانه وتعالى وسوى وهو الذي أقامه فيما أقامه فيه وهو الذي يملك رقبته ويملك تصريفه يملك رقبته من الأساس هو الذي أخرجه من العدم سبحانه وتعالى ويملك تصريفه كل ما سوى الله الله هو الذي يصرفه في كل أحواله فالإنسان كل أحواله بيد خالقه ومولاه هو الذي يرزقه هو الذي يحرمه هو الذي يحييه هو الذي يميته ضلاله ضلال العبد وهدايته ضحكه وبكاؤه سعادته وشقاوته غناه وفقره كله بيد إلهه ومولاه سبحانه وتعالى وكذلك الشمس والقمر كل وسائر كل هذه قل الله ممالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير لك على كل شيء قدير تولج الليلة في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب كل تصريف الخلق له سبحانه وتعالى فهذا هو الذي يستحق أن يعبد ويؤله الإله الذي هذا فعله سبحانه وتعالى وأما ما سوى كل ما سوى الله تبارك وتعالى ففقير محتاج ملائكته محتاجون إليه فقراء إليه كلهم رسله أنبياؤه كل المخلوقات إنما هي يعني محتاج لله تبارك وتعالى ولا يستحق أحد منها أو شأن منها أن يعبد مع الله تبارك وتعالى ما أحد يستحق العبادة مع الله تبارك وتعالى لا الملائكة المقربون ولا عيسى ولا محمد ولا أي أحد إنما هؤلاء عباد الله تبارك وتعالى ولم يأمروا أحدا بأن يعني يعبدهم من دون الله تبارك وتعالى ولا أمر الله تبارك وتعالى بأن يتخذ شيء من خلقه إله مع الله تبارك وتعالى حتى وإن كان هذا الخلق هو قريب من الله كملائكة الله عز وجل لم يأمرنا الله تبارك وتعالى أن نعبد الملائكة أن نصلي لهم أن نسجد لهم أن نجعل ركعتين لجبريل وركعتين لمكائيل لا وكذلك الرسل عندما أرسلهم الله تبارك وتعالى لم يأمرنا الله تبارك وتعالى بالسجود لهم بالطوافي بهم بالتمسح بهم كل هذا لم يجعل الله تبارك وتعالى يعني رسله آلهة من دون الله ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فلا شك أن الإله الذي يستحق الألوهية هو الله وحده سبحانه وتعالى ولا تجعله مع الله إلها أي معبودا آخر إني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لكم أيها الناس منه من الله تبارك وتعالى نذير مبين يعني هذه خلاصة ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين ثم قال جل وعلا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون كذلك يعني الشأن فيما أرسل وما قوبل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو تماما ما قوبل به الرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول كل الذين الأمم التي أرسل الله تبارك وتعالى فيهم رسل قبل النبي محمد صلى الله وسلم كل رسول أتى إلى قومه قبل بهذه المقالة إلا قالوا يعني هذه الأمم الكافرة ساحر أو مجنون نفس الكلام الذي قيل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قيل له ساحر أو مجنون فقد جابها المشركو مشركو العرب النبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله ساحر وهذا الذي اجتمعت عليه كلمته كلمتهم عند الموسم عندما رأوا أن الإسلام بدأ ينتشر وخافوا أن يعني هذا الدين إذا انتشر إذا جاء النبي وعرض القرآن على الناس وعلى العرب سينتشر في العرب وسيقبله الناس فقالوا لا بد أن نواحد فيه يعني كلمتنا فالنهاية قالوا نقول شاعر نقول كاهن نقول دين اتفقوا بعد ذلك برأي يعني الوليد بن المغيرة قال أنا أرى أن أنسب القول الذي ينبغي أن تقوله فيه أن تقول هذا الرجل الساحر أتى بكلام سحر يفرق به بين المرء وزوجه وبين الأخ وأخيه وبين الإبن وأبيه قالوا اجتمعوا على هذا وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر إن هذا القرآن إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر قال جل وعلا سأصليه السقر وما أدراك ما سقر فقد اتهم النبي بأنه ساحر جاء بهذا الكلام الذي هو نوع من السحر واستطاع أن يفرق به جماعتهم يفرق به بين الأخ وأخيه وبين الإبن وأبيه وبين الزوجة وزوجهم أو مجنون فقد اتهموه بالجنون وقد يعني علموا أن المجنون لا أتي بهذا الكلام وأن الساحر ليس هذا شأن السحرة هل أدلكم على من تنزلوا الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يمون والحال أن الساحر لا يفلح الساحر حيث أتى وقد جربوا هم السحر وعرفوا السحرة وكذلك رأوا المجانين وعرفوا جنونهم وكيف المجنون يخنق ويضرب ويهذي ويقول ما يقول والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون لم يكن مجنونا ولم يكن ساحر صلوات الله وسلام عليه ولكن هؤلاء المجرمون يعني اتفقت كلمتهم على أن يقولوا هذا قد أخبر سبحانه وتعالى أن يعني من كان قبلهم من الأمم هذه نفس المقالة نفس المقالة التي قالوها لرسلهم ولذلك قال جل وعلا لرسوله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ما يقال لك فيما اتهموه به من السحر ومن الجنون ومن فساد النية ومن أن له مآرب أغى ونحو ذلك هو الذي قاله أسلافهم الكفرة يعني لرسلهم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون قال جل وعلا أتواصوا به بل هم قوم طاغون سؤال يراد به تعجب من حال هؤلاء المختلفين في الأزمان مختلفين في الأزمان من قوم نوح إلى قوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل هذه الأمم ولكنهم اتفقوا في المقالة متفقين في المقالة التي قالوها كل منهم لرسوله فكأنهم اجتمعوا في مكان واحد واتفقوا على أنه كل قوم يأتيهم رسولهم فيقول له هذه المقالة أتواصوا به يعني هل اجتمع هؤلاء قوم نوح مع عاد مع ثمود مع قوم فرعون مع مشركي قريش اجتمعوا كلهم في وقت واحد وتواصوا بهذا الأمر أتواصوا به أكانوا متواصل به فإن حالهم في أن يقول كل منهم نفس المقالة كأنه وصى بعضهم بعض بها والحال طبعا أنهم لم يجتمعوا ليتواصوا به ولكن قد ضلهم مضل واحد وهو الشيطان فالشيطان الذي ألقى لهؤلاء هو الذي ألقى لهؤلاء هو الذي ألقى هو الذي ألقى هؤلاء فجعل كأنهم ربطهم يعني بحزام واحد وبمقالة واحدة فكل منهم لما جاء رسوله جابهوه بنفس الشبهة أتواصوا به قال جل وعلا بل هم قوم طاغون بل الحال أنهم قوم طاغون قوم أهل طغيان طغيان فقد عرفوا الحق وعرفوا أن رسولهم رسول الله كل منهم يعلم أن رسول المرسل إليهم رسول من الله تبارك وتعالى ولكنهم كانوا أهل طغيان تكذيب لأمر الله تبارك وتعالى ولذلك قالوا هذه المقالة الفاجر الكافرة كل في رسوله ساحر أو مجنود نخف هنا ونقبل إن شاء الله في الحلقة الادية أستغفر الله لي وليكم كل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم